السلام عليكم في الفيديوهين اللي فاتوا احنا اتكلمنا عن المشكلة اللي كانت موجودة في القرن السبع عشر وبعض المحاولات لمعالجتها وبعد كده اتكلمنا عن الكالكولاس اللي قدمها نيوتون و لايبنتس واللي كانت مبنية على مفهوم الانفينيت اسميل واللي كان سبب لنقد حد فضل موجه للفاونديشن المبني عليها الكالكولاس على الأقل لمدة 150 سنة لحد ظهور اللي قدامنا ده يعتبر تعريف للمتس والحية تعريف مؤقت ان شاء الله قدامها يوبى فيه تعريف رسمي بس التعريف المؤقت ده بالنسبة لنا مهم جدا هو مهم لدرجة ان انا هخصص الفيديو ده بالكامل بس للكلام عن كل كلمة في التعريف ده اول كلمة في التعريف ده انا عايز اقاف عندها كلمة ابروتش ابروتش يعني بيقرب الليمتس كانت المفروض انها بتخليني اتجنب الكلام عن الانفينيت اسميل الانفينيت اسميل كان بتقول ان انا ممكن يبع عندي رقم بين وبين رقم تاني في الريين نومبرز مسافة اقل من اي رقم بوزة فانا ممكن ايسه يعني تقدر تعتبرها كده رقم لازق فيه رقم وده كان المشكلة فالليمتس كانت عايزة تتجنب ذكر حاجة زي كده معنى الكلام ده ان الليمتس بترجع لاصل الموضوع وهو ايه اصل الموضوع؟ اصل الموضوع هو الريين نومبرز الريين نومبرز هي المشكلة وهي المفروض تطلع للحل في الريين نومبرز انت مفيش مشكلة يبقى عندك رقم معين وليكن اتنين مثلا وتحاول تتحرك في اتجاه الرقم ده ده مقبول ممكن تفكر بالشكل ده في اطار الريين نومبرز فمبدئيا كده كلمة ابروتش جات هنا علشان ما تخلينيش اتكلم عن الانفينيت اسم طبعا الكلام انا بقوله ده لسه في تفصيل كتير جاي قدام بس انا يعني بنبتدي كده بالهداو دي كلمة ابروتش تاني كلمة عايز اقف عندها هي خليل نرسم رسمة للتعريف ده لو انا عندي مثلا الفونكشن دي وعايز احسب الاسلوب عند البوينت دي دي البوينت اللي انا عايز احسب عندها الاسلوب انا مش عايز اتكلم عن الانفينت اسمي الليمت بيقولي انك ممكن تابروتش البيينت دي طيب البيينت دي في حد ذاتها جاي عن طريق كوردنت الكوردنت ده بنسميه الايه وده بنسميه الال مجرد تسميه على حاسب التعريف مش فرق معي كده كلمة ابروتش از كلمنا عنها قلنا ان انا بقرب من النقطة دي من الاتجاه ده وبقرب من النقطة دي من الاتجاه ده ممكن نتخيلها على الاقل حكاية ان انا ليه انا بقول انا عامل ده عن قصد او التعريف عامل ده عن قصد هي مش عشان ايه نقطة وحشة او نقطة مش مهمة لا هو انا مش عايز اوصلها لاني لو وصلت للنقطة ايه اللي هنا معنى كده ان انا وصلت للنقطة دي ولو وصلت للنقطة دي فانا بتعامل مع نقطة واحدة وبالتالي ما بقاش عندي slope ما بقاش عندي change ما بقاش عندي rate of change فالتعريف ده في المت مدرك وحريص انه ما يخلينيش انتهي في الاخر عند نقطة هو مازال عايزني يبقى عندي نقطتين هو عايز يقول لي ايه اللي بيحصل حوالين النقطة دي مازال التعريف عايزي خليني اتعامل في اطار اني في مسافة ما بين النقطة دي وبين النقطة تانية انا عايز اوصل لها علشان يبقى عندي slope و change و rate of change ده مبدأيا طيب طالما انا مش هوصل لل point D مش ناوي اوصل لل A ولا ناوي اوصل للنقطة لعى الجراف فالحقيقة ان ال point D مش شرط طبه في ال function اصلا بمعنى لو انت كان عندك function بالشكل ده الدايرة اللي في النصة دي بيتقول لك ان point A L اصلا مش موجودة في function ليه؟ لان انا بقول ان انا انا بقى approach النقطة دي انا عمال اقرب من النقطة دي ومش ناوي اوصل لها وبالتالي انا مش شرط يبقى عندي point D على الجراف اصلا ال point D مش شرط طبه في function من الاخر كده A ممكن ما تبقاش في ال domain اساسا بتاع function ديت وبالتالي فالنقطة ديت مش متعرفة في function ده لا ينع اطلاقا ان المت يشتغل لان انا زي ما قلت بقى approach ال point مش ناوي اوصل لها ومش كده بس دي انا ممكن يبقى عندي حالة تانية فيها ان function كده وان point A متعرفة في حتة تانية خاص يعني ممكن هنا دي يبقى لها قيمة اوالياكم مثلا B ودي تبقى point A وبالتالي في الحالة دي limit approach point D ودي point L بتاعت limit بس A متعرفة في حتة تانية خالص بمعنى ان function بتفضل ماشية في الاتجاه ده في الاتجاه ده واول ما توصل عند A بتتقلب بتبقى قيمتها كده في F of X مفيش ما يمنع ده اطلاق طيب تعالى بقى نمسك التعريف ده او يعني بقيته كلمة كلمة ونشوف ايه الرسالة اللي التعريف ده عايزووصل هاو خلالي نرسم function ده ال x وده ال F of X ودي ال point اللي انا عايزووصله ال point D هنفترض ان لها coordinates دي ال point A ودي ال point L تعالنا نبص على التعريف تعريف يقول لي the function طبعا دي ال function F the function F the function F approaches the limit L ده ال limit L ده ال limit كلام ده يحصل ازاي؟ طبعا near ال point A يعني بيقرب من L near ال point A هنيجي لكلام ده بعد شوي الكلام ده يحصل انت if we can make F of X يعني لو قدرنا نعمل F of X أو نخلي F of X as close as we like معنى كده ان عايز قيمة أنا من F of X تقرب من ال point L يعني F of X تتحرك في الاتجاه ده الكلمة المهمة هنا هي as we like ما قالش as close as we can قالك معنى كده ان انا اللي بحدد انا عايز F of X دي تبقى على بعد مسافة add A من ال point L والحقيقة ده معمول عن قصد لان فكرة ان انا اوصل لي point L as close as possible معناها ان مفيش حاجة تانية اقدر او مفيش مفيش اقرب من كده واحنا اتفقنا ان دوت ما ينفعش لان طبيعة ال real numbers ان اي point جنبها point تانية بينهم وبعض عدد لا نهائي من ال points ففكرة ان انا افضل ا approach لغاية ما وصل حد معين ما اقدرش اتحرك بعده دي مش موجودة اصلا في ال real numbers ال real numbers ما تسمح ليش بالتفكير بالشكل ده التعريف كان مدرك للموضوع ده علشان كده ريح دماغه خالص وقالك طيب خلاص انا هحدد انا عايز ال f of x تبقى على بعد مسافة من ال l ولتكن مثلا هتبقى في الاطار ده ده بخصوص كلمة as we like والمفهوم ده في غاية الاهمية هنشوف امثلة على الكلام ده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي طيب by requiring that x دي نقطة مهمة جدا كلمة او حكاية ان انا اخلي f of x as close as we like to l دي رغبة دي بطلب دي امنية لكن الحقيقة انا مقدرش اخلي f of x تبقى قريبة من l الحقيقة ما اقدرش اتحكم في قيمة f of x اساسا بمعزل عن ال x انا عايز اقول ايه هنا ان علشان اخلي f of x تعمل لي اي حاجة انا لازم اعمل الكلام ده عن طريق ال x تقدر تعتبر f of x وال x زي كده ايه زي ترسين مربوطين ببعض ترس انت بتحركه فبيحرك الترس التاني لكن انت بتحركش الترس التاني ده بشكل مباشر انت لازم تتحكم فيه عن طريق الترس الاولاني وبالتالي انا لو عايز ال f of x تعمل لي اي حاجة انا لازم اعمل الكلام ده عن طريق قيمة ال x طيب لو انا عايز ال f of x تقرب من ال l ال l هي عبارة عن point على vertical axis بقية ال coordinates بتاعها هي point a الا على horizontal axis و x هي لها تتحكم لي في f of x وبالتالي علشان اخلي f of x close to l انا لازم اخلي x برضو تبقى close لايه يبقى ده معنى كلمة by requiring that x be sufficiently close الكلمة التانية اللي عايز اتكلم عنها هي كلمة sufficiently close ما قالش close وخلاص قالك sufficiently close يعني ايه sufficiently close يعني قريبة بما فيه الكثاية من النقطة a طبعا احنا خلصنا كلمة unequal to a احنا قلنا انها لازم تبقى close to a بس ما ينفعش تلزق في a ايه بقى حكاية sufficiently d لو انا قررت او طلط ان f of x تبقى قريبة من المساة من l المسافة اللي قدامي دي معناها ان انا بقول ان x لازم تقع على الحدود d من a الحقيقة انا مقدرش اقول انها close to a وخلاص لا انا منزم في قيم x تبقى في حدود وفي اطار معين من قيمة a لو انا فعلا عايز x تبقى في حدود او في اطار معين او على مسافة معينة من point l ليه؟ لان انا لو اخترت مثلا خليني نغير اللون لان انا لو اخترت مثلا ال point d في ال x لو انا اخترت ال point d معنى كده ان هي دي ال point اللي هقع عليها في ال f of x دي بره الاطار اللي انا حددته وبالتالي انا علشان اخلي f of x تبقى في اي اطار انا عايزه على المحور الرأسي من ال point l انا بعمل الكلام ده في اطار معين او انا مجبر اعمله في اطار معين من point a اكبر منه ماينفعش لانه بيخرجني بره الاطار اللي انا عايز ابقى فيه في ال vertical axis من point l هل ينفع يبقى اصغر منه اه ليه؟ لو انا اخترت ال point d مثلا وقلت انه مثلا قلنه هو ده الاطار بتاعي اللي هو المسافة الصغيرة دي الاطار ده يخليك تبقى في الجزء ده عنيش الرسمة ما حد ما بقت زحمة شوية بس لو انا اخترت الجزء ده في ايه؟ معنى كده النظام يخليني في الجزء ده من f of x لو انا اخترت الجزء ده على الحدود بتاعت ايه؟ انا ما زلت جوه الحد اللي انا حددته ال f of x صحيح انا بقيت اصغر منه الحقيقة هو ده احسن كمان لان انا في الاول في الاخر انا عايز اقرب على قد مقدر بس انا مش ملزم اختار ال range حوالين ايه؟ يكون بالضبط اللي يطلعني عند ال range اللي انا اخترته لل f of x انا ممكن اختار اصغر منه علشان يدخلني في اطار اصغر من اللي انا حددته وطالما دخلني في اطار اصغر من اللي انا حددته فانا ما زلت جوه الاطار اللي انا حددته انا ما بقولش ان ال point d مفروض تبه هنا انا بقول ان ال point d بف اي مكان في النقطة دي وبالتالي فانا لو اخترت اطار اصغر فانا ما زلت جوه الاطار كبير اللي انا حددته الكلام ده هنشوف له مثال من الفيديو اللي جاي هنتدي نمسك ونشوف إذا كان التعريف ده يقدر يساعدني في أن أنا أحدد رينج جوه الـ x علشان يخليلي جوه رينج معين أنا حددته أشوفك الفيديو اللي جاي جاي السلام عليكم اشتركوا في القناة